خضة في سوق العمل بعد قرار وزارة المال بفرض ضرائب على الدخل تصل إلى نسبة 25% لمن يتقاد راتبه بالدولار لفراش وفي انتظار طعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري تم باستشارة من تكتل الجمهورية القوية تقديم طعن من عدة شركات بقرار وزير المال أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذه أو إعادة النظر فيه كونه يتضمن الآتي المفعول الرجعي لكيفية احتساب الضرائب على القيم الفعلية تاني نقطة واللي هي عملية احتساب القيم الفعلية وفقاً لمنصة صيرفة اللي هي غير شرعية وغير قانونية النتيجة المأساوية لح تكون بأنه عدة شركات أجنبية أو لبنانية أو جامعات لح تعاني من هروب كل الكفاءات الهيئة الاقتصادية بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجب ميقاتي توصلت إلى الحل الآتي أول عشرة أشهر من عام 2022 سيتم احتساب الضريبة على سعر صرف 8000 ليرة شهر 11 أو 12 من العام الحالي تحتسب الضريبة على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة في 2023 سيتم احتساب الضريبة على أساس سعر صرف 15 ألف حتى إعادة النظر في موضوع الشطور هذه السابقة ما صارت بتاريخ ولا دولة أنه يكون التصريح عن الضريبة وفقا لسعر صرف معين والاشتراك بسندوق الضمان الاجتماعي بسعر الصرف الرسمي لهو الألف وخمسة إذن هذه الخطوة قد تشارع التهرب الضريبي ولكن ماذا عن دستورية قرار وزير المال؟ لا يجوز أن تفرد ضريبة أو أن تعدل أو أن تلغى إلا بموجب إنون يصدر عن مجلس النوى وكمانا يستتبع بأرار صادر عن مجلس الدستوري وبالتالي كل شي بيصدر خارج عن السلطة التشريعية وبصورة أولى عن وزير المالية هو غير دستوري وغير إنوني بالعودة إلى المادة 2 من قانون النقد والتسليف التي تنص على أن المجلس النيابي هو من يحدد سعر صرف الليرة وليس بقرارات وتعاميم بدنا ننطر لنشوف إذا مجلس الدستوري رح يبطل لمويزنة لنشوف كمانا تبعات اللي رح بتصير بالنسبة لأرار وزير المالية إذن مهلة النظر بالطعن الدستوري تنتهي في التاسع من كانون الثاني 2023 وفي ظل الفوضى المالية والضربية إلى متى سيظل لبنان جاذباً للاستثمارات الأجنبية في مقابل صفر خدمات من الدولة ترجمة نانسي قنقر